تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدأ اليوم صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر وذلك بعد زيادة عدد المستفيدين لمليون أسرى إضافية ويأتي ذلك بتنصيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5 واحد من 10 مليون أسرى ويبدأ مستفيد برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من اليوم الصرف من جميع مكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد اشتركوا في القناة